بس حرمز ال qr الخاص بك على حسابك الخاص لين اليوم سوف نتعرف على هذه الطريقة من خلال اتباع مجموعة من الطرق سوف نقوم بها لتعرف على هذه الطريقة الخاصة على حسابك الخاص لين سوف نأتي إلى الأعلى نقوم بالضغط على علامة لإذا تتوستين في الأعلى أو عفوا نقوم بالضغط على الصورة المصغرة هنا نقوم بالضغط عليها ثم بعد ذلك مباشرة سوف يأخذنا إلى هذه النافذة الخاصة لتعرف على هذه الطريقة من خلال اتباع مجموعة من الطرق سوف نقوم بها سوف نأتي إلى الأعلى نقوم بالتقطع على علامة الإعدادات والستين ثم بعد ذلك مباشرة سوف يأخذنا إلى الملف التعريف الخاص بنا نقوم بالنزل إلى الأسفل نأتي إلى رمز الQR ثم بعد ذلك نأتي إلى مسح رمز الQR وهنا يمكنك أن تقوم بمساح رمز الQR الخاص بك على حسابك الخاص لينلي يعني الوصول إلى حسابات أخرى وهنا نكون وقد انتهينا لا تنسوا الشراك والضغط على اشترك والتقي في فيديو آخر إن شاء الله